أستاذي مواسم الخيرات تضاعف فيها الحسنات ويستكثرون فيها من عمل الصالحات ليتقرب الإنسان إلى ربه بفعل الخيرات ونفحات الدهر لا تنتهي وعطايا الرحمن لا حد لها والإسلام دائما وأبدا يمدنا بما يقربنا إلى ربنا جل فعلا ومن هذه العطايا وقد سبق الحديث عنها وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة شهر من الأشهر الحرم يسبقه شهر من الأشهر الحرم ويأتي بعده شهر من الأشهر الحرم وفيه تؤدى عبادة من أعظم العبادات وركن ركين من أركان الإسلام وفريضة الحج وفيه كذلك من الأيام المفضلة المعظمة عند رب العالمين التي يحب ربنا عمل الصالحات في مثل هذه الأيام وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة ومن الأفضلية من أفضل يعني هذا إيه من مزايا بعد المزايا بعد المزايا يعني تخصيص بعد تخصيص بعد تخصيص هو يوم عرفة ويوم العيد ويوم عرفة ويوم العيد هذه من أحب الأيام بل من أفضل أيام الدنيا قاطبة النبس على سلم سنى لنا في هذا اليوم المبارك وهو يعني يوم خميس يعني يوم مبارك وهو يعني من الأيام المحببة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ذي الحجة فمبالنا إذا كان في مثل هذه الأيام فالنبس على سلم أرشدنا ورغبنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال لأن الحسنات مضاعفة والثواب مضاعف في مثل هذه الأيام خاصة في يوم عرفة فيتقرب الإنسان بفعل الطعاة من صدقات ومن صلة أرحام ومن بر بوالدي ومن إحسان إلى الجار ومن مساعدة فقراء ومساكين ويتامة وغير ذلك ويتقرب كذلك بتلاوة القرآن والإكثار من الذكر والتكبير والتهليل والتسبيح وكذلك الصيام يصوم لله رب العالمين خاصة في هذا اليوم المبارك ويوم عرفة اللي هو يعني يسبق العيد لأن الصيام هذا اليوم ربنا بيتجلى للعبد الصائم فيغفر له ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة آتية فيعصمه الله عز وجل من الكبائل طب هنا مولانا بس الناس اللي بتتساءل عنه تجلي ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم العظيم الطيب المبارك وربنا سبحانه وتعالى بيتجلى على عباده في التلت الأخير كل يوم على مدار العام إيه الفرق ما بين هذين التجليين التجلي في كل يوم هذا بيكون في السدس الأخير من الليل يعني في أواخر الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي على عباده لكن في يوم عرفة هذا يوم يتباهى يعني الله عز وجل يقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي وأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم غفر الله عز وجل لكل من واقف بعرفة بل وكذلك لكل من كان في عرفة ودعا لغيره من المسلمين